هذه قناة حياتنا ورلايف نرحب بكم جميعا أهلا وسهلا فيكم طلاب وطالبات الصف الثامن نحن كتير مبسوطين أنه كتير أنتم مستفيدين من هذه القناة وإن شاء الله دائما نكون دائما يعني ذا منفعة كبيرة جدا لكم درسنا اليوم هو مجرد تلخيص سريع لهذا الدرس وهو تعامل مع الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة رح نحل الأسئلة رح نشوف أهم الأمور اللي لازم نحفظها ونركز عليها طبعا بالبداية بدنا نحكي عن التعامل مع الأجهزة الكهربائية من خلال مخاطر الكهرباء أول إشيء ممكن نسألكم في الامتحان ما هي مخاطر الكهرباء إذن زي هيك ما مخاطر الكهرباء الجواب هو تنتين الصدمة الكهربائية بسبب التعامل غير السليم مع الأجهزة الكهربائية أو التركيبات غير السليمة واثنين خطر نشوب الحريقة والانفجار الذي قد ينشأ بسبب الأحمال الكهربائية الزائدة أو توصيل الأسلاك توصيلا غير صحيح السؤال الثاني كيفية التعامل الآمن مع الأجهزة الكهربائية في عنا ثلاث طرق قراءة التعليمات التأكد من سلامة الأسلاك وتجنب توصيل عدة أجهزة في مأخذ كهربائي واحد السؤال البعدي ما هي القواعد المشتركة للتعامل الآمن مع هذه المدافع واحد اتفاء المدفع عند النوم وعند الخروج تجنب استخدامها لأغراض أخرى غير التدفئة ثلاثة إبعادها عن أي مواد قابلة للإشتعال السؤال اللي بعده شو هي أنواعها؟ إن المدفعة المعدنية هي النوع الأول مبدأ احتراق المشتقات النفطية كاز ديزل غاز بتحولوا لحرارة كيف أتعامل معها؟ ممنوع أن أزودها بالوقود وهي مشتعلة وعدم وضعها بالحمام أثناء الاستحمام النوع الثاني ما أدفعت الغاز التعامل معها إنه نتأكد من البربيش ونتأكد من أي تشققات فيها ونتأكد من الجلدة ونختبر عدم تسرب الغاز النوع الثالث منه هو المدفعة الكهربائية وتقوم على مبدأ التسخين بالمقاومة الكهربائية تتحول من كهرباء إلى حرارة الاستخدام الآمن منوصلها بمقبس خاص فيها وممنوع أن يستخدم وصلات كهربائية رديئة الصنع وممنوع أن نحط الأسلاك تحت السجاد أو تحت المكات هنا يوجد عملية مقارنة ما بينهم الثلاثة بالنسبة لمصدر الطاقة الأماني التكلفة وسهولة الاستخدام تقدر تنولوهم أو تخطو سكرينشوت أنواع الطفايات هناك خمسة أنواع رئيسية للطفايات هي طفاية الماء طفاية البودرة طفاية التانيوكسيد الكربون طفاية الرغوة وبطانيات الحريق إلى أسئلة السؤال الأول جوابه مدفعة الغاز 2 المدفعة الكهربائية 3 المدفعة المعدنية لماذا ممنوع أن نغلق الأبواب لأنه استنشاء غاز أول أكسيد الكربون يخدر الجسم ويؤدي للاختناق لماذا نطفئ المدافع أثناء النوم لتجنب خطر الاختناق لماذا لا نستخدم المدافع لتشفيف الملابس برضو خطر الحريق وتسمم بأول أكسيد الكربون وإتلاف الملابس أيضا سبب التعامل غير الآمن مع الأجهزة الكهربائية قد يؤدي لمخاطر كبيرة بسبب خطر الصدمات الكهربائية أو حدوث الحرائق شكرا لكم وإلى لقاء قريب باي باي